طيب هنكمل يا شباب وقفنا عند الديفينيشنز احنا في لسون وان تو طمام احنا تريب ثري صف الثالث في الاعدادي في يونيت وان في لسون وان 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 هنكمل على الدرس اللي فات احنا بنتكلم عن الديفينيشنز التعريفات عندي حاجة اسمها الاكوريوم اللي هي ده مكان انت تقدر تشوف في سمك جميل واحنا قلنا ان where هنا بسميها relative a pronoun ده ضمير صلة معناها حيث للمكان بعد كده عندي كلمة bank والبنك ده a place مكان where you can borrow تستلف and save money وتتدخر المال بوتانيكال جاردين الحديقة النباتية ده place where people can see trees and other interesting plants هتكتب لي معلومة هنا مهمة تمام ان كان واحدة من المودلس الافعال النقصة المودلس اللي هما كان could shall should will would may might must ought to والمودلس بعديهم infinitive verb فعل في المصدر تمام؟ عندك كلمة other من الكلمات كلمة هيجي بعدها plural كلمة other هيجي بعدها plural noun الـ plural هنا هو الـ plants والـ interesting دي الـ adjective and the corner الـ corner الناصية او الزاوية دي a place where two roads meet ده مكان حيث طريقين بيكتمعوا مع بعض especially يعني خاصة more than usual يعني اكثر من المعتاد عندك ليك بحيرة دي large area of water منطقة كبيرة من المياة with the land around it في مياة في لاند في أرض حواليها library المكتبة the place where you can borrow and read books and the monuments the monumental author does something that people build نسبة ابني to remind us of remind خد حرف الجر أو بيفكرنا ب an important person أو event بيفكرنا يا إما بشخص مهم أو حدث إيه مهم عندي sports center اللي هو المركز الرياضي the place where you can play volleyball tennis and other sports straight on يعني مباشرة في خط مستقيم in a forward direction not left or right يعني طوالي لا يمين ولا شمال عندك traffic حركة المرور the cars lures motor bikes etc الى آخره that use road that use a road اللي ايه بتستخدم الطريق دي كلها بسميها traffic وقلنا ان traffic دي uncountable ايه ناوت خلي بقى لك من suffix suffix يعني اللاحقة يعني ايه اللاحقة ده هنا هنا مقطع بيجي في نهاية اللي ايه الكلمة هنا عندك care زودت full هتحول الفعل مثلا الفعل هتحول الفعل او الاسم الصف هتبقى careful عندك help full helpful عندك peace full زي ما شرحنا من شوية peaceful تمام عندك use full useful يعني مفيد عندك البوتاني البوتاني يعني علم النبات خلاص ical ده بيحول هلي لصفة فاعتبع botanical عندي history التاريخ historical عندي pollute يعني يلوث الاي او ان هتديني الاسم pollution التلوث attract يجذب الاي في اي زي ما قلنا من شوية هتبقى attractive يعني جذاب في البريفكس اللي هي البادئة لو ده مقطع قبل الكلمة احنا قلنا البريفكس هنا عندك الان هتعمل عكس الكلمة unattractive 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 تمام? unattractive يعني غير جذاب important مع ان تبقى important interesting مع ان تبقى uninteresting عندك true مع ان هتبقى untrue يعني غير صحيح usual un unusual غير معتاد expensive مع ان خلي بالك ان هتبقى inexpensive ماشي ال places when you study these places الاماكن دي إسمائلية Alport Sayid Seuiz L'Esawees The Natural Science Museum المتحف العلوم الطبيعية the Seuiz Canal بلاء in library library اللي هي المكتبة ايه هي library التي place where you can borrow and read a books تمام? احنا كل ده احنا شرحنا ايبا دي الصفحة متكرر خلي بالك اللانجوج نوت سبعة هنا الفرب الاربع كلمات دول بمعنى يصل بمعنى يصل فانا يصل بدون حرف جارة قبل ما اتوصل للايه للبحر بيجي بعدها مكان كبير زي مدينة او دولة مثلا مكان صغير نسبيا داخل المدينة مكتب او بيت او مدرسة لبنا arrived at school on time في الوقت المحدد تمام عندي here هيجي بعدها فرب الانجي بص هي القاعدة هنا ايه ان انا عندي here او see وبعدين الابجيكت هيجي فرب الانجي ممكن يجي infinitive على فكرة بس الغالب ان انا باستخدم مع see وهير والابجيكت بعديهم هاجيب فرب وانجي عندك here ممكن يجي معها infinitive she heard the phone ring ماشي زي مقلنا من شوية and when to answer it هي سمعت التليفون برن وراحت ايه ترد عليه library المكتبة والبوكشوب الفرقة ما بينهم library مكتبة i borrowed two books from the library مكتبة لاستعارة الكتب والقراء بوكشوب مكتبة لبيع الكتب my father bought that book from the bookshop خلي بالك من السوبرلاتف اللي هي مقارنة التفضيل انا بحذف the في مقارنة التفضيل اذا جاء ابلها apostrophe s يعني the sphinx is the sphinx in giza is perhaps ربما egypt's most famous monuments ماقولش egypt's the most بفوض لو انا بقرن بين واحد ومجموعة بقول the most والصفة هحذف the لو جاء ابلها ال apostrophe s بتاعت الملكي خلي بالك منديه عشان دي مهم تمام عندك فعلي love و enjoy هي جيب بعدين فيرب و enjoy و noun i love watching film i enjoy playing a chess هنختار مع بعض هنا بيقول لي choose the a is open everyday we can read or guru books at any time بقى الكلام على library اللي هي المكتب number two i like to a school on time اوصل للمدرسة طب جيت معاها تو يبقى مش هتنفع go school go برضو تو يذهب الى arrive هيجي معناها in او at او arrived وصل وخلاص بس هنا وصل لمكان فيصل بدون حرف جر هتيجي هبقى انا محتاج ايه reach لان reach بتيجي بدون حرف جر يصل للمكان الفلاني خلاص i enjoy pretty pictures with bright colors enjoy بعدها verbo ing او noun verbo ing i enjoy painting عندك when we go to the beach we can hear the waves نسمعين الوافز ايه ها hear مفعول قلنا ممكن ايه verbo ing او infinitive معنديش هنا عندي verbo ing يبقى crashing يعني بتطلاطه من الماء مويك واضح قتعت ال reading بتاعتي ماشي دعنا اقراها مع بعض هو هنا pre-reading a question بقول لي how far is your school from your house انت بعد المسافة ما بين مدرستك والايه والبيت ايه بص كده معنا داليا wants to go to the library listen and order the phrases حنرتب العبارات اول معلومة لازم عرفها ان want to هيجي بعدين ومصدر طيب مونة uses بتستخدم ماشي to give her directions from the station بقول لي listen and order the phrases her friend مونة uses اسمع ورتب العبارات اللي بتستخدمها ماشي صحبتها مونة علشان تدي give directions from the station عشان توضح لها الايه الاتجاهات من الايه من station اللي هي الايه المحط بص معي مونة بتقول hello dalia i am at the library يبقى library at the library خلاص كده where are you طب انت فين هاي مونة i am next to next هتغط حرف الجر to next to the station انا جنب الايه المحط how do i get to the library يبقى لو انا عايز اسأل ازاي انا روح لمكان معين يبقى السؤال اهو how do حط خط هنا how do i get to والمكان وانت ماشي في الشارع عاستسأل انك عايز تروح مكان معين excuse me بتوقف حد تقوله excuse me how do i get to والمكان اللي انت رايح how do i get to the library it's easy from the station من المحطة go straight on خدي طوالي فدلي قالتلا how far تبقى دي المسافة كده قالتلا for about 20 meters على 20 متر قالتلا ok do i past the sports center انا هعدي على the sports center قالتلا yes but then turn left وبعدين خدي شماء قالتلا ok walk past امشي تمام بمحازاة الحضائق النباتية فدلي قالتلا i'm walking past them them هنا نوع الكلمة ايه object ايه object pronoun عايد على ايه على ال botanical ايه gardens انا ماشي ايه قدامهم هم دلوقتي طب نوع الطب التنس بتاع الجملة دي ايه ها i am walking التنسي التنسي تنسي continuous ماشي ارث لا طيب great after the botanical gardens turn right خد ايه يمين turn right after the botanical gardens ok وبعدين مونة قالتلا then take the second road خدي تاني طريق on the right يبقى على اليمين على الشمال هتاخد حرف الجر on on the left on the right قالتلا can you see a restaurant شايفه قدامك مطعم قالتلا i think i can see it it هنا object pronoun عيد على object pronoun عيد على restaurant المطعم مونة تلا walk past the restaurant a library is a between طالما قالت between يبقى حكتين واحد the restaurant and the museum opposite في المقابل ايه قدام البنك على طول فدالي اللي تلاقي thanks مونة see you soon تمام نجاوب على اسألة دي سريعا احنا قلنا them هنا عيد على what does the underline word them refer to يبقى عيد على البوتانيكال gardens اللي بري فين مكانها اللي بري ذا ما اتفعنا اهي is between the restaurant and the museum opposite the bank طب how far the library from the station من فكر 20 صح 20 meters okay 20 20 20 20 meters قطعة الثانية بتقول لي هنا what do you like about your city ايه لنت بتحب عن السيتي بتاعتك read about اسماعليا and put the photos in the corner order in the correct order هنحطاه في الترتيب الايه السليم هنا بيقول i'm sheryf i live in اسماعليا اسماعليا دي which is اللي بتكون between بورسعيد and suiz السويس كانال ما بين بورسعيد والسويس السويس كانال runs through the city بتجري في المدينة خلال المدينة before it reaches the sea قبل ما توصل للايه للبحر اسماعليا is beautiful جميلة there are attractive buildings في مباني جزابة interesting monuments أثار interesting شيقة ماشي and lots of gardens وكتير من الحضايق around 350,000 people 350,000 people live here بيعيشوا هنا but since مع ذلك traffic is a slow there isn't much pollution since هنا معناها because cause لان traffic بطيء فما فيش much pollution فيش تلوث كتير traffic المرور عندنا هادئة اسماعليا مثلا is peaceful مدينة مسالمة كده هادئة جميلة but it isn't boring ومش مملة مع الرغم ان هي هادئة there are بعدها جمعة هي lots of things to do here حاجات كتير تعملها هنا especially خصوصا at the weekends في نهاية الاسبوع on friday afternoons i often go to the lake تمساح بروح لي بحيرة التمساح والبحيرات حتبقى which is near the city اللي قريبة من the city with my family معي it's a beautiful lake بحيرة جميلة with beaches بشواطر around it on saturday mornings في صباح كل ايام السبت يعني i have tennis lessons tennis يعني دروس في التنس at the sports center في الا sports center في المركز الرياضي at 9 a.m صباح sometimes i go swimming بجو بعدها verb ing هو activity in the afternoon خلي بالك اوقات اليوم هتاخد in in the morning in the afternoon in the evening هتاخد at night خلاص with my friend سيد there are some interesting museums متحف شيقة جميلة in اسماع اللية my favorite is the natural science museum متحف العلوم السبب because i i am interested in animals it's a good place to go it's a good place to go مكان جميل انك تروح at the weekend تمام giving the main idea مهارة اعطاء الفكرة الاساسية لما يقول what the main idea of the text or give a suitable title to the page or in the previous passage the main idea of the text is a كلام على shereeves family اسماعيلية location والاسماعيلية city والاسماعيلية museums هو بيتكلم عن اسماعيلية city لان المين idea شاملة هنا مش بتكلم عن حاجة محددة هنشوف القطعة دي describe your city تمام ده نادر listen to نادر and judي talking about where they live هم عايشين فين are these statements true ولا false تمام correct false sentences هل العبارات صح بعدما نقرأ هل تقرأ عبارات ونشوف هل هي صحة ولا غلط وجهة صحة نادر بيقول my name is نادر I live in Alexandria with my mom my dad and my two brothers عيش مع mama وبابا وإخواتي الاتنين Alexandria is a very historical city مدينة تاريخية with lots of famous buildings مباني مشهورة runes أطلال بأ monuments but it's a modern city too بس بالأضافة ده هي مدينة modern يعني حديثة and there are بعديها جمعة lots of things to do here حاجة ياما طبعا هنعملها هنا at the weekend I like to spend time with my family spend time يعني قد وقت ما عيلتي on friday afternoons بعد الضهر في يوم الجمعة we usually go to the park بنروح البارك but sometimes we go to a museum ولكن أحيانا إحنا بنروح للميوزيوم or to the aquarium اللي هو معرض الأحياء المائي I love بعدها verb وعين ج أو noun I love watching the fish on Saturdays في أيام السبت I visit my grandparents they live in the city and they live in Alexandria too هما كمان عايشين في Iskandria يباتوا معناها أيضا في نهاية الجملة أبلا كما I enjoy بعدها verb ing enjoy playing chess with my grand dad أنا بستمتع بلعب chess مع جدي he is very he is very good at it good at but sometimes I win but sometimes I go to is my name is Judy and I live in Aswan it's a basic city with about 1.5 million people and there is always a lot to do on Friday mornings I sometimes go shopping aswan is great place for this there there are lots of interesting shops and I love going to the famous market I also like to go to the botanical gardens or the nature reserve المنتجع الطبيعي on Saturdays I do my homework يبا كلمة homework هتاخد do and in the afternoon I go to the sports center المركز الرياضي for my squash lessons لدروس السكواش بتاعتي okay it's my favorite sport دي الرياضة المفضلة بالنسبالي okay هنعمل دواجب بعد قراءة passage مرة ثانية وحنحل exercises على vocabulary احنا كده انتهينا من درسنا النهاردة شوفكم على خير درس اللي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته